نابو الدهب كنا كذبت مع حدثك كابتن على رأيك في تعيين كابتن بسام حاسم هرجع سيكا وارو ورأيك فيما حدث في رحيل فيتوريا التفاصيل اللي حصلت بإن كابتن محمد يوسف هو المدير الفني مؤقتا ومدرب عام لحين طبعا لما ييجي مدير فني أجنبي والتفاصيل دي كلها رأيك فيها إيه هل شايفها كانت من الطبيعي إنها تحصل بالشكل ده ولا كان لازم يبقى الجلسة مع الوزير ثم أنك تشوف إيه اللي هيحصل مستقبليا اختيار مدير فني أجنبي ولا مدير فني مصري لأن في الآخر أنت رجعت الفكرة المدير الفني الوطني الحقيقي ما ده اللي احنا كنا بنطلب بيه يا فاروق لأن انت كل نجاحاتك أصلا بتبقى كان مع مدير فني وطني ما فيش ألاقيه مرة واحدة اللي هي من الفترة كبيرة اللي هي سنة ستة وتمانين كان مايكل اسميس بس كان معاه شخصية قوية شاحت زي كابتن شيحة الله يرحمه وهو كان عالم بأمور الفنية لكل اللاعب المصريين انت بتجيب شيف ده بيتقال عليه المدير الفني يا فاروق في أوروبا ده شيف صح حوالي لا هو المخرج اللي هو في الأول وفي الآخر فيه ناس بتشتغل حواليه وهو اللي راجل بيقوم بالإخراج بالسيناريو بيعرف كل حاجة لكن انت بتكلم قبل ما تكلم على فتوريا يعني انت ليه لسه أعضاء اتحاد الكورة لسه قاعدين في باكلهم لان هما مش أصحاب قرار ما احترام ليهم مين صاحب القرار ما انا بقولك انا بقولك النهاردة أيها مين صاحب القرار مين ادور بقى فاروق أصحاب القرار ادور مين انا بكلمك لا انا بكلمك لا اتحاد الكورة لما يتم تكليف عسام حسن بقيادة بتولي منطقة مصر يبقى مش هما اللي صاحب القرار انا انا بقى لما تعين محمد يوسف وتمشيه في يومين لا هو راجل اعتزر لا اعتزر ليه ماشي يبقى انت برضو ما هذا برضو من ضمن العشويات اللي كان بتحصل لما انت تجيب فيتوريا اللي بياخد 200000 يورو وفيه مدربين العالميين وعام احاقه ونتاج في طولة افريقيا مع الراس لاغدر مع بتاع السنغال مع كاميرون ببالغ قليلة وبيعملوا نتاج عالمية وبتتفرج عليهم وبتبقى مستمتع لا وكتبقى معملش كبيرا مين؟ ما دول خرج ماشي بس انت كان فيه امل خرجت السنغال من مين يا فاروق غرجت من كودوفور وخلي بالاك كودوفورة تبقى بطلة البطولة لان انت راجع من بعيد لان فرقة حسد باهانة قدام في ملعبها قدام جماهرة وانهم خروا ادخلوا توالد على فكرة اللي دخل كودوفورة يا فاروق مين؟ اللي دخل مصر وكودوفورة اياه موزنبيك بتعادلها مع غانا صح ورقة؟ ما اخدت اخلت احسن ثلاثة من احسن توالد بس كان برضو ان انت بموزنبيك تتعادل في اخر دقتين لا لكن انت بتتكلم على الاتحاد الكرة ده فعلا يعني ما بيحميش المدربين او ما بيحميش قراره برضو جاب اهاب جلال في اسبوعه ومشاه انت جبته بناء على يوم ومشيته بناء على يوم نفس الطريقة ان انت بتمشي الراجل وبتتحايل عليه عشان اشار ده جزاي من اللي دفع فاتورة الكلام ده كله ان لازم تتحاسب التحاسب فانت لما تيجي تقول لي قبل اقالة الدولة يا فاروق المؤسسات اللي موجودة الوزير يتحاسب بيوعد النهاردة انت جبته الراجل ده بناء على واحد اتنين ثلاثة واحنا كنا اللي احنا نعرفه انت كنت جايبه عشان مشروعة هو راجل اللي عمل مشروعة ولا عمل حاجة وخلص على منتخب مصر وخلنا بقى اضحوكة في افريقيا اللي انت كنت بتكسابه من المشروع احنا بقالنا افاروق لا بس اعايز اقولك الحاجة من ايام كبر بص افاروق احنا زعلانين اه لكن احنا مش اضحوكة اول حاجة لا انت حركت في مطولة افريقيا هنا فاروق